اشتركوا في القناة وتنفيذا لسنة نبينا الجليل يأتي التقرب إلى الله عز وجل بذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص يقع دمه عند الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فيما لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك يبدأ وقت ذبح الأضاحي إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق أو ما نسميه رابع أيام العيد فيعمد المضحون إلى اختيار أفضلها وتطبيق شروط الاختيار التي لا تكون سهلة ولا تهاون في فقهها فالله طيب لا يقبل إلا طيبا من كل جنس أسمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا أسمنه أكمله أحسنه تتعامد نيات المضحين في ذلك على مناسك الحجاج فيكون كلاهما محرما والمضحي لا يتحلل من إحرامه إلى أن يهرق الدم ذاكرا اسم الله ومكبرا داعيا أن يتقبلها منه هذه سنة أبونا إبراهيم الأضاحي وإرهاق الدم تعرفون حسناته وأجرها عظيم ونشكر القائمين على هذا الشيء أنا أول مرة صراحة أحضر هذا المكان وكنا كل المكان كنا في مكة المكرمة يعني في هالأيام بس السنة ما قدرنا نروح والحمد لله كأننا نحن في منا يعني الله تقبل طاعتنا وطاعتكم وجميع المسلمين أجمعين إن شاء الله والحجاج بيت الله الحرام والحمد لله والله الحمد ما قصرت الجمعية وإحنا قاعدنا في مكان ما شاء الله مكيف وخيمة والخدمات من أحسن ما يكون تعمل الجهات المعنية في المملكة على مراقبة المسالخ التي تتخصص في الأضاحي وتفتح أبوابها لاستقبال المضحين والتي لا تبعد الجهود الأهلية عنها كما جهود الجمعيات الإسلامية والخيرية أيضا وتقوم شؤون الزراعة بالإشراف عليها بيطريا لضمان سلامة الأنعام وطريقة الذبح طبعا إحنا كل سنة في عيد الأضحية بنصرح لمسالخ مؤقتة وأكبر مسلخ من صلوح المؤقت اللي هو المسلخ جمعية التربية الإسلامية طبعا بنيجي بنجهز لهم المسلخ قبل الدبح وقبل يعني العيد بثلاثة أربعة أيام وكل حياتهم بجاهزة وبعدين نصرح لهم بالدبح الأضحية كما أنها قربة إلى الله هي أصل من أصول التراحم فلا يحتكرها المضحي لنفسه بل يزور بها أقاربه ويتباسم بها مع جيرانه وهي طعمة للمسكين أيضا هي سنة أبينا إبراهيم أخذناها عن نبينا الكريم هذه السنة بلغت من العظم مبلغا بأن يقتدي المضحية بالحاج فلا يأخذ من شعره ولا لحيته ولا أظافره إلى أن يتم النحر وإن الدم ليقع بمكان عند الله قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا محمد بعيدة لمركز الأخبار تلفزيون البحراء تلفزيون البحراء